المهندس الاسد ياسر عقدتنا مع بعض انواع كتير من من المستخدمة في عملية التصميم تعالى نقول مع بعض ايه هي المستخدمة في عملية التصميم رقم واحد الوايرات وعدتنا انواع كتير من الوايرات اتكلمنا عن سلسلة اللي تشين سلنج اتكلمنا عن اللي هو الحصيرة اتكلمنا عن سلسلنج اللي هو الواير السلب اتكلمنا عن او الواير النسيجي اربع انواع من الوايرات احنا تحدثنا عنه وقلنا حتى لو ان الوايرات دي الحمولة بتاعت نصيب المساهمة في الحمل للواير الواحد هيشيل مسلا واحد طن فممكن يكون الوايرات كلها بتشيل واحد طن طب ايه اختلاف الوايرات او تنوع الوايرات عشان اقدر اختار الواير الذي يتناسب مع ظروف البيئة مع ظروف الحمل بحيث لا الواير يطلف الحمل ولا الظروف المحيطة او الحمل يطلفوا الواير بديل لو انا عندي حمل في حواف حدا اينا عم لازم يعمل ولازم نعمل علشان نمنع ان الواير يحصل له اي جرح او صح ولكن ممكن الواير من قوته ان هو يقدد لدامج لي الحمل نفسه يبقى لازم احمل حمل من الواير والعكس صحيح الحمل يقطع الايه الواير فبالتالي لازم يكون في ظروف مناسبة لازم يكون في اختيار مناسبة لعملية الايه لعملية التصوير من الاكسسورات اللي احنا اتكلمنا عليها في عملية التصوير اتكلمنا عن الاتشاكلز تكلمنا عن الاقفال الاقفال اللي بنقول عليها اللي هي حلقات الوصل لما يكون انا عندي وير مش قادر ان انا اربط الواير ده بشكل مباشر في العين بتاعة الحمل فبالتالي لازم يكون عندي لازم يكون عندي حلقة وصل اربط بها عين الحمل بالواير. فبالتالي لابد ان يكون عندي آآ ومن دمن المستخدمة في عملية التصميم. عندنا كتير من المستخدمة في عملية التصميم زي او كمان او المسترة المستخدمة علشان ما يحصلش للاحمال. سعب يكون عندي احمال ذات حجم وان الهيكل بتاع الحمل دوت لو انا عملت عملية التصميم بهذا الشكل فممكن قوة القوة او الضغط ممكن يؤدي لدامج في نفسه في الهيكل نفسه. فبالتالي لازم نستخدم حاجة اسمها مصطرة. لازم نستخدم حاجة اسمها سبريدر بيم سبريدر بيم هي عبارة عن مصطرة بقدر ان انا انزل منها الويرات ويكون الشد كله على المصطرة مش على جسم الايه? مش على جسم الحمل. الفكرة فيه سبريدر بيم او المصطرة المستخدمة لمنع اللي هو آآ جهد الانحناء على الايه? او على الحمل نفسه. نرجع تاني ونقول ان التصميم هو الطريقة لربط الحمل بمعيدة الرفع عن طريق المستخدمة ويكون في طريقة مناسبة يا لابد مش مش بس اختيار مش بس بنعمل سليكشن. او او بس مناسبة لأ. ده لابد كمان ان يتم تصميم هذه الاكسسورات بطريقة صحيحة مراعاة للس دابليو ال. ايه اللي هو حد الرفع الامن. اكتفقنا مع بعض ان الوايرس ممكن يكون حمل الواير ده واحد طن. ولكن لو تغير وضعيته فازا في الحالة دي قدرته وعزمه هيقل. فلابد ان يكون حمولته اقل فما ينفعش ان انا حمل الواير بحمولة ايه? بحمولة اعلى. معنى كده ان الوضعية بتتغير فقدرة الواير بتقل فبالتالي لو انا محتاج واحد طن يشيل في الوضعية دي يبقى لابد ان يكون الواحد طن ده الاس دابليو الاس اتكلمنا مع بعض في هذه النقاط المرة اللي ايه? الماضية او في اشتركوا في القناة